اشتركوا في القناة احسنت لدينا ثلاث مجموعات في كل مجموعة عنصرين اثنين اذا نكرر جمع العدد اثنان ثلاث مرات للحصول على عدد الكل عدد العناصر يساوي اثنان زائد اثنان زائد اثنان يساوي ستة هيا نحكي قصة في يوم من الايام ذهبت الام للجمعية التعاونية لشراء بعض الحاجيات وعندما عادت الام كانت قد اشترت ثلاث سلات من التفاح الاحمر وفي كل سلة اربع تفاحات قالت البنت فرحة شكرا يا امي انا احب التفاح كثيرا فهو مفيد للصحة امي كم عدد كل التفاحات اجابت الام ما رأيك يا ابنتي ان تجيبيني انت على هذا السؤال ردت البنت دعيني افكر يا امي لدينا ثلاث سلات في كل سلة عدد متساوي من التفاح وهو اربعة اذا من الممكن يا امي استخدام الجمع المتكرر وجمع العدد اربعة ثلاث مرات اذا عدد الكل يساوي اربعة زائد اربعة زائد اربعة يساوي اثنى عشرة تفاحة قالت الام احسنتي اجابتك صحيحة ما رأيك يا ابنتي لو استخدمنا عملية الضرب قالت البنت وما هو مفهوم الضرب يا امي ردت الام وقالت الضرب يا ابنتي هو ضم مجموعات متساوية في عدد العناصر مع بعضها البعض ردت البنت بحماس نعم نعم وكيف يكون ذلك قالت الام من الممكن استبدال عبارة الجمع المتكرر بعبارة ضرب عندما تكون المجموعات متساوية انظري يا ابنتي نكتب اولا عدد المجموعات واحد اثنان ثلاثة اذا عدد المجموعات ثلاثة وهذا الرمز هو رمز عملية الضرب ثم نكتب ثانيا عدد العناصر في المجموعة الواحدة واحد اثنان ثلاثة اربعة اذا عدد العناصر في المجموعة الواحدة اربعة واخيرا نكتب ناتج الضرب وهو عدد كل العناصر اثنى عشر قالت البنت وكيف نقرأ العبارة يا امي ردت الام تقرأ بهذه الطريقة ثلاثة ضرب اربعة يساوي اثنى عشر فرحت البنت كثيرا وقالت شكرا يا امي على هذه المعلومات وشكرا على شراء التفاح اللذيذ عبر عن عدد العناصر بعبارة ضرب مناسبة والتذكر وتذكر ان العدد الاول في عبارة الضرب هو دوما يمثل عدد المجموعات المتساوية اما العدد الثاني فيمثل عدد العناصر في المجموعة الواحدة يمكنك اولا الاجابة الاجابة على عبارة الجمع المتكرر فهي تساعدك على ايجاد عبارة الضرب المناسبة هيا يا شاطر فكر بالحل ممتاز ممتاز اجبت على عبارة الجمع المتكرر 5 زائد 5 زائد 5 يساوي 15 نكتب الآن عبارة الضرب المناسبة لدينا ثلاث مجموعات في كل مجموعة خمس عناصر اذا ثلاث ضرب 5 يساوي 15 عبر عن عدد العناصر بعبارة ضرب مناسبة ممتاز قمت بالاجابة على سؤال الجمع المتكرر بطريقة صحيحة والتي ستساعدنا على ايجاد عبارة الضرب المناسبة 2 زائد 2 زائد 2 يساوي 6 والآن نكتب عبارة الضرب والتي يكون العدد الأول فيها مساويا لعدد المجموعات المتساوية والعدد الثاني يكون مساويا لعدد العناصر في المجموعة الواحدة إذن عبارة الضرب المناسبة هي 3 ضرب 2 يساوي 6 عبر عن عدد الفاكهة بعبارة ضرب مناسبة 5 مجموعات في كل مجموعة 6 حبات من الكرس هيا فكر بالحل يا شاطر وتذكر أن العدد الأول يدل على عدد المجموعات والعدد الثاني يدل على عدد العناصر في المجموعة الواحدة أما الناتج فهو يدل على عدد كل العناصر أحسنت عبارة الضرب المناسبة هي 5 ضرب 6 يساوي 30 عبر عن عدد الفاكهة بعبارة ضرب مناسبة 3 مجموعات في كل منها 4 حبات موز هيا يا شاطر قم بالحل ممتاز جدا عبارة الضرب المناسبة هي 3 ضرب 4 يساوي 12 صل كل مجموعة بما يناسبها هيا يا ذكي فكر بالحل أحسنت أربع أيدي في كل يد خمس أصابع سنقوم بتوصيلها لأربع ضرب خمسة أربع مجموعات في كل مجموعة ثلاث أقلام نقوم بتوصيلها لأربع ضرب ثلاثة ثلاث مجموعات في كل مجموعة أربع بيضات نقوم بتوصيلها لثلاث ضرب أربعة خمس أغصان على كل غصن أربع حبات زيتون نقوم بتوصيلها لخمس ضرب أربعة أحسنت عمل رائع يقول علي أن عبارة الضرب المناسبة هي ثلاثة ضرب أربعة هل توافقه الرأي؟ ولماذا؟ فكر يا شاطر أحسنت لا نوافقه الرأي لأن الضربة هو ضم مجموعات متساوية في عدد العناصر مع بعضها البعض وهذه المجموعات غير متساوية لذا لا يمكن كتابة عبارة ضرب لها ماذا تعلمنا من درس اليوم؟ استكشاف مفهوم الضرب واستبتال عبارة الجمع المتكرر بعبارة ضرب التعرف على مكونات عبارة الضرب ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر